موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا الإسبوعي المتجدد الملاحم والفتن في المغرب الإسلامي في الحلقة السابقة تكلمنا عن سقوط طليطلة وكيف أن البونس السادس بعد حصار استمر سبع سنوات دخل إلى مدينة طليطلة ماذا فعل فيها ما هي الجرائم التي ارتكبها في هذه المدينة بعد أن دخل إلى مدينة طليطلة بعهد الأمان وكهما هو معروف إذا أعطيت الأمان لا يصح لك أن تعتدي ولا أن تقتل ولا أن تسرب ولا أن تنهب كان من ضمن الشروط للدخول ضمان حرياتهم احترام شعائرهم الدينية حرمة مساجدهم بعد شهرين فقط من دخوله إلى مدينة طليطلة حول المسجد الجامع إلى كنيسة حطم المحراب المسجد وأقام مكانه الهيكل بعد ذلك شن البونس السادس غارات على جميع أعمال طليطلة يعني القرى التابعة إلى الولايات المناطق التي تابعة إلى مدينة طليطلة سقوطها كان ألماً مريراً في قلوب المسلمين في المنطقة كلها ولذلك أصبح البونس السادس ملك عظيم ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار عند ملوك أو عند غالبية ملوك أوروبا وسمى نفسه الإمبراطور ذو الملتين أي أنه حاكم على النصارى وحاكم على المسلمين على ملة النصارى وعلى ملة المسلمين بعد ذلك بعد هذه السقوط المريع ظهرت في الأندلس في الأندلس دعوات إلى التوحد هذا عام أربعمائة وثلاثة للهجرة وهذه الحركات قادها العلماء لذلك اليوم عندنا التسليط على العلماء لأن العلماء هم نفس الأمة العلماء هم الذين يوحدون الأمة ولذلك اليوم إبعاد العلماء عن المساجد عن المنابر عن أي مكان من الأماكن إبعادهم وأن لا يكون لهم أي كلمة أي كلمة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات الشاعة وظهرت الحملان على المنابر تحمل حمل حتى تعط على المنبر أو سموك كالخراف الوادعة أما العلماء فيحرمون ويمنعون من اعتلاء المنابر لذلك قام الفقيه القاضي أبو الوليد الباجي عالم من علماء المالكية طالبا للأمة التوحد ساعده على ذلك حاكم بطيليوس عمر المتوكل يعني قال له أنا معاك في الوحدة وعنده استعداد للتنازل وثار أهل طليطلة ضد حاكمها الضعيف اللي هو القادر وخلعوه بعد ذلك مباشرة استدعى المتوكل صاحب بطيليوس ليتولى أمرها إذن قام مجموعة من العلماء بالدعوة إلى التوحد لكن في كل عصر فيه خوا فيه عملاء فيهم أذناب للمستعمر الأجنبي كل أم من الأمم يأتمرون بأمرهم لا يستطيع أن يتخذ قرارا إلا بعد مشاورتهم يفعل ما يريدون اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل لأنه ليس لهم أي قيمة وهم محتقرون عندهم استغعان القادر بالفونسو من أجل أن يعيد إليه مملكته ثم حاصرها ثم تركها وعاد إلى بلدي رسالة البونس إلى المتوكل بن الأفطس حاكم بطيليوس أرسل إليه رسالة يطالبه فيها بما يلي القوي بفرض شروطه على الضعيف تسليم بعض القلاع والحصول تسليم أموال معينة يتوعده إن لم يفعل ذلك بشر العواقب رد عليه برسالة أنا حقيقة أحب أن أقرأ هذه الرسالة رسالة عمر المتوكل إلى اللي هو البونسو السادس يقول لرفض المتوكل التهديد ورد على ملك قشتاليا برسالة فيها وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدعي في المقادير وأحكام العزيز القدير يعني نصب مكان الله عز وجل يرعد ويبرق تارة ثم يفرق ويلدد بجنوده الوافرة وأمواله المتظافرة ولو علم أن لله جنودا أعز بهم كلمة الإسلام وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون بالتقوى يعرفون وفي التوبة يتضرعون ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنون وليميج الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين أما تعييرك للمسلمين فيما وهي يعني ضعفة من أحوالهم فبالذنوب يعني ما أصابنا من مصائب يا فونس السادس بسبب الذنوب المركوبة اللي ارتكبناها ولو اتفقت كلمتنا على سائرنا من الأملاك علمت أي مصاب أذقناك كما كانت آباءك تتجرع اذكر أبوك اذكر آباءك العذاب اللي أذقناهم إياه فلم تزل تذيقها من الحمام ضروب الآلام شوء من لا تراه سلفك تراه وتسمعه وإذا المال تتورعه وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك أحد ابنته إليه مع الذخائر أحد جدودك أحد آباءك ود بنته إلى حاكم المسلمين هدية مع الذخائر مع الأموال من الذخائر التي كانت تنفذ كل عام عليه وأما نحن إذا انقلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا فيما بيننا وبينك وجلاد تبصره في ليلك وجلاد تبصره في ليلك ويومك وبالله تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين ليس لنا سوى الله مطلب ولا لنا إلى غيره مهرب وما تتربصون بلا إلا إحدى الحسنيين نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنه أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة وفي الله العوض ومما هددت وفرج يفتر بما مدد ويقطع فيما أعدد هذه رسالة عمر المتوكل للبونس السادس اللي هددوا بعذاب أليم هذا هو تاريخنا ولذلك في رسائل قادمة ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود اللا قبلهم بها ورسائل كثيرة جدا الجواب ما تراه بعينك ما لا تسمعه بأذنك هذا الجواب الحش للجهاد والوحدة أرسل المتوكل القاضي الباجي إلى حواضر الأندلس مع أكسى لاحية اذهب إلى الأندلس إلى الأمراء ذكرهم بالله يطلب منهم يطوف عليهم حاكما حاكم كان الملوك في الظاهر يجلونه ويحترمونه اللي هو الباجي عالم الأندلس لكن في الظاهر كانوا يضحكون عليه لأن كل واحد منهم يريد أن يجلس على الحجارة ولو أميرا على الحجارة كان الملوك يجلونه ولكن وممن دعا إلى الوحدة كذلك أبو جهور وكذلك ابن حزم الأندلسي وابن رشد فقهاء الأمة أثمرت هذه الدعوة أو الدعوات إلى استدعاء المرابطين دولة المرابطين في شمال إفريقيا من شمال إفريقيا وأثمرت هذه الدعوة عن معركة الزلاقة التي كانت من أعظم المعارك في تاريخ الإسلام من أعظم المعارك التي حصلت في شهر رمضان وكانت آخر معركة أثمرت طبعا هذه المعركة عام أربعمائة وتسعة وسبعين وكانت آخر معركة يخوضها الفونس السادس هي معركة أقليش وكانت بعد معركة الزلاقة معساة البرشترية هذه منطقة وقعت في مدينة عام أربعمائة ستة وخمسين للهجرة البرشترية إحدى مدن الثغور شمال شرق سرقسطة حلت بها مأساة حزة الأندلس كاملة شارك البابا إسكندر الثاني مع النورمان بحرب المسلمين في تلك المعرك احتشدت قوات كثيرة جدا من النورمان جموع حائلة من الفرنسيين بقيادة جيوم أو روبرت كريسبين صارت الحملة إلى جنوب فرنسا متجهة إلى الأندلس حاصروا مدينة وشقه إحدى مدن مملكة سرقسطة هذا في الثغر الأعلى على حدود فرنسا حاصروا هذه المدينة وفشلوا في اقتحامها وتركوها ثم توجهوا إلى مدينة برشتيار هذه المدينة حاصروها حصار عام 456 للهجرة حشدوا أربعين ألف جندي لحصار هذه المدينة استمر حصارها أربعين يوم جرت معارك خارجها قلت الأقوات أربعين يوم حصار خانق قلت الأقوات اشتد الضيق اقتحم النورمانديون بعد قتال عنيف المدينة من الخارج وتحصن المسلمون بالقصبة في الداخل وتعرض أهل المدينة إلى قطع مجرى الماء خاين عميل ذكر ذلك دلهم دل النورمانديون النصارى على مجرى الماء السر الذي يشربون منه عرض على طبعا زاد العطش عليهم عرض عليهم الصلح فرفضوا عرض أهل المدينة التسليم بعد ذلك بشروط فرفض رفضوا الشروط كاملة ودخلوا المدينة عنوى ومعنى دخولهم عنوى استباحة قتل سلب نهب ذبح قدر عدد القتلى فيها والأسرة من أربعين إلى مئة ألف مسلم القتلى والأسرة من أربعين إلى مئة ألف مسلم أعطي أعطى قائد الحمل الأمان اللي متخب يرجع يطلع فخرج وإذا بعدد كبير جدا فأمر جنوده بالقتل فقتلوا ستة آلاف جندي ستة آلاف جندي ذبحوهم ذبح قتل أصبح لقائد النورمان ألف وخمسمائة جارية يعني بنت صغيرة ألف وخمسمائة خمسمائة حمل من الأمتعة خمسمائة حمل من الأمتعة الأمتعة الذهب الفضة الملابس الفاخرة اللؤلؤ أي شيء بدكي احتلوا دورها لأنفسهم أخرجوا السكان من بيوتهم ثم سكنوا مكانهم هات كل أعرار سبوا النساء نهبوا المدينة عن بكرة أبيها الجرائم اللي ارتكبت يندى لها الجبين لكن ليس بعد الكفر ذمب ليس بعد الكفر ذمب كانوا يحضرون البنت أو المرأة أمام أوالدها أمام زوجها أمام إخوتها فينتهكون عرضها وهو موثق مواقف لا يستطيع أن يتحرك والله ما فعل هذا الفعل إلا الصفويين في إيران الصفويين في إيران وسنتكلم فيما بعد عن الفرنسيين في الجزائر وفي الكونغو والجرائم التي ارتكبوها بالأعراض إذن انتهكوا كانوا ينتهكون أعراض النساء أهدي إلى ملك القسطنطينية خمس آلاف جارية بكر من المسلمات العفيفات الطاهرات اللي اتدخلوا إلى هذه المدينة كان يختار القائد من بنات المسلمين كما ذكر ابن خلدون الأبكار والثيبات ذوات الجمال ومن صبيانهم الأيفاع والمرد الحسان الأولاد الجميلين حمله معهم حملهم معه ليهديهم إلى من فوقه كل مرة يهديهم وترك مدينة بيرتشتر خاوية على عروشها وترك فيها ألف وخمسمائة فارس ومئتين راجل هؤلاء تركهم في هذه المدينة للحراسة المسلمين استرجعوا هذه المدينة ولكن بعد فوات الأوان أربعمائة سبعة وخمسية للهجرة كان للنكبة أثر عظيم جداً عند المسلمين قام المسلمون بطلب الثعر يدعون للجهاد لبى قسم كبير من الناس من المسلمين طلب الجهاد وكان المقتدر ابن هود يتحمل هذا حاكم من حكامهم يتحمل جزء كبير جداً من النكبة حتى يعوض عن هذه الخيانة وهذه العمالة وهذه النكبة التي حصلت بدأ يدعو الناس إلى الجهاد فجمع ستة آلاف مجاهد وحاصر مدينة بيربشتر ونجحوا في اقتحامها ماذا فعل بالجنود؟ ألف وخمسمائة فارس ذبحهم ذبح كامل وذبح كل من فيها من الجنود بعد طبعاً هنا لم يبقى في أحد حاصروها وذبح كل من فيها وسبى من فيها من النشاء والأطفال المعاملة بالمثل ومزقوهم شر تمزيق النتيجة أنه قتل من النورمانديون أو من النصارى ألفين واحد داخل هذه المدينة هذه بالنسبة يعني استعادوا بعض شيء بسيط جداً من هذا الأمر مملكة بلينسيا شرقي الأندلس حكم السقالب هذه المملكة كانوا حكامها بنو عامر أبناء الحاجب بعد سقوط طليطلة بيد البونس السادس اللي هو ملك قشتاليا وعد القادر حاكم طليطلة أن يعاونه في الاستيلاء على بلينسيا كانت الخيانة في حالات كثيرة جداً تجري في دماء البعض سار القادر صوب بلينسيا ومعه سرياً من قوية من الجنود القشتاليين يعني استعان بالكافر والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نستعين بمشرك على كافر هنا بيستعين بالمشرك على المسلم أمدوه بالمال أمده البونس بالجنود ساءت أحوال بلينسيا فرضت عليها ضرائب هائلة جداً ودائماً دائماً ما في ثورة إلا كانت بسبب الضرائب بسبب إرهاق أهلها بالضرائب ثار السكان على أولئك القوم أصبح القشتاليين لهم السلطة الحقيقية على المدينة غادرها عدد من أعيانها كثير من الأعيان تركوها بسبب الفساد الموجود فيها ماذا فعل بأهلها قام فارس قشتالي اسمه القنبيطور بدخوله بلينسيا أحرق رئيسها أحمد بن جحاف وهذا راح نبين كيف أحرقه سار روذريق نحو بلينسيا وحاصرها أحرق ما حولها من القلاع والحصون طاف خاطب روذريق بن جحاف أن يترك بلينسيا شرط إخراج الموحدين منها أن يدفعه له الأموال يعني بد الجزية ثم طلب منه أن يقدم ابنه رهينة له بد الإبن يقدم رهينة للأب رفض ابن جحاف وأغلق أبواب المدينة طلب ابن جحاف النجدة من الأمراء المسلمين من قائد المرسلمين من داود بن عائشة يعني كان ولكنه تأخرت المعونة فسقطت بيده قطع روذريق الماء عنها حاصرها قطع الأقوات عنها المياه عنها عشرين شهر كاملة وضربها بالمنجريق حتى دخلها اضطر أهلها من الجوع أن يأكل الفئران والكلاب والجيب بل أكل بعضهم لحوم البعض إذا مات رجل إذا مات طفل إذا مات امرأة كانوا يأكلوه من شدة الجوع أكلوا جلود الدواب من فر من أهلها فقئت عينه أو قطعت يداه ارتفعت الأسعار البيضة بثلت دراهم الجلد الثور اللي الرطل منه بسد دراهم وقيت البصل بدرهم اضطر أهل بيلانسيا للاستسلام وتم استسلامهم وتم إحراق ابن جحاف تم إحراقه حرق ماذا فعل روذريق روذريق بالمدينة طبعا أول ما دخل جلس في قصرها وجد عنده كل طلب من جميع الناس كل من معه قطعة سلاح أن يحضرها حتى المسمار كلها وضعوها أمام القصر تسلم الأموال أموال القادر كانت تائلة جدا يعني بس طاعتهم يجاهزوا جيوش فيها الله ذللهم لأنهم خبوا الأموال أموال الشعوب نهبوها لمصالحهم وضعوها في تحت القصور وإلى غير ذلك من الأمور لذلك اتهموا ابن جحاف بإخفاء بعض المال فما كان منه إلا أن أحقد نارا ثم أحضر القاضي وقربه من النار ثم قدفه فيها من شدة حرارة النار القاضي ابن جحاف كان يمسك قبس النار ويضحى على صدره حتى يموت بسرعة من شدة العذاب الذي تعرض له وكان يريد إحراق زوجتي وبناته تعرض له البعض قال له يعني اعفوا عنهم فتم سبيهن وإلى غير ذلك هذه مصائب حصلت عند المسلمين بهؤلاء الناس طبعا اللي أخذوها كانوا يبيعوا الأسير المسلم بشيء قليل من الطعام وشربة نبيذ أو ليس لها قيمة يعني من كثرته برط الحوت سمك من لم يتي نفسه قطع لسانه فقعت أجفانه سلطت عليه الكلاب الضاري حتى مات مصائب حلت بالمسلمين بسبب اللي هو الخيانات العمالات الضرائب السطو على المال العام هذه سبب من أسباب المآسي التي حلت في المسلمين سابقا والتي تحل بالمسلمين في عصرنا الحاضر أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة